بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد تكلمنا فيها وبقي شيء من بعض الإشارات التي لم يسعفنا الوقت حقيقة لإكمالها واتفقنا على أنها نكمل إن شاء الله على أننا نكمل في هذه الحلقة فنجمل القول على أنه قلنا أن الكلام في الاستقامة على الطريقة التي ذكرت في الآية المراد منها إما الاستقامة للجن يعني إما الخطاب يكون للإنس أو للجن وقلنا إن كان الخطاب للجن فأنه من الأوجه التي مراد إما أن الخطاب هو للقاصطون الذين سبق الكلام عنهم في الآية التي قبلها وإما أنه من حملها من بعض السلف على أن الخطاب على الإبليس أو أبو الجن على أنه لو كان استقام على الطريقة وآمن وسجد لآدم عليه السلام وآمن بالله إيمانا حقا وسجد لآدم عليه السلام وأطاع الله سبحانه وتعالى لا أسقيناهم ماء غدق لا أفاض الله عليهم من نعمه ولكنه عصى وتجبر وحقت عليه كلمة الضلالة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى بقي لنا أيضا أن نتكلم أنه يعني ما المراد بالماء الغدق ما هو المقصود نحن ذكرنا في الدرس الذي مضى في الحلقة الماضية قلنا أن الماء الغدق كان كناية عن الخصب والسعاوة استشهدنا بقول لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكما يقول آلوسي يعني ذكر الماء على الخصوص لعزة وجوده عند العرب فالماء عزيز في تلك البادية وتلك الصحراء فناسب أن يذكر الشيء الثمين الذي هو يعني قد تقتل العرب مرات تقتل على لأجل ماء و لأجل بئر و لأجل واحة من الواحات وهناك قول أيضا لأذي مسلم الأصفهاني أنه الماء الغدق المقصود به الجنة لا أسقيناهم ماء غدق يعني لا أدخلناهم الجنة كما في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار ومنهم من قال على أنه الماء الغدق هي الأمطار الغزيرة التي تنبت الكلأ وتجلب الخصب الخصب كأنه هذه المعاني الموجودة في الماء الغدق و لذلك يعني يذكر الإمام القرطبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يخشى الفقر على أمته كما ورد في حديث الترمذي أن النبي لما أرسل أبا عبيدة إلى البحرين و أتى بمال من البحرين فصلى الصبح عليه الصلاة والسلام و لما أراد الإنصراف عرض له الصحابة فعلم في وجوههم أنهم يريدون أن يقسم لهم شيء من المال فقال لقد علمتم بمجيء بعبيدة بمال من البحرين قالوا بلى يا رسول الله قال أملوا وأبشروا خيرا ثم قال إني لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن تتفتح لكم الدنيا أو تنفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أي أن القضية المال الكثير هو هذا الفتنة العظيمة التي حذر القرآن منها في مواطن عدة و لذلك قالوا أنه هنا الماء الغدق هو اعتبار ما ينعم الله سبحانه وتعالى من نعم و من خيرات كثيرة على عباده نعم و كما قلنا أن الكلام إما أن يكون للإنس و إما أن يكون للجن و قد فصلنا القول في ذلك لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه الفتنة و الاختبار و الامتحان و هنا أشكل على كثير من المفسرين في قضية أنه إن كان الكلام عن الاستقامة على الإيمان فهل الاستقامة على الإيمان و إعطاء الخيرات تكون فتنة و من حملها من الثبات و البقاء على الكفر و أنه لو ثبتوا و بقوا على كفرهم لأفضنا عليهم خيرات كثيرة كما ذكرنا عن الإمداد و إنما نمد لهم مدة و غير ذلك و سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و آيات كثيرة تدل على أنه أيضا من كفر سيعطيه الله سبحانه وتعالى خيرات كثيرة و نعم كثيرة في الدنيا على باب الفتنة و الاستدراج إذن هنا لنفتنهم فيه أصبحت إشكالية عند كثير مفسرين من المراد هل الخطاب للمؤمنين أم الخطاب للكافرين حقيقة يقول لإمام الرازي يقول لنفتنهم فيه أنه التوفيق بين الأمرين أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى المال للمؤمن و فتح له من خيرات السماء و الأرض و أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم فإن استقام على طريقة التي أرادها الله و على شرع الله و سلط المال على هلكته بالحق فهذا المحسن و هذا هو الناجي و إن فتنه المال و شغله المال عن ذكر الله و عن إقام الصلاة و عن عبادات العبادات و عن ما أمر الله فسيكون هذا المال له فتنة و إن كان مؤمنا و من حمله أيضا على الكافر فقال أن الكافر إن كان على كفره و ازداد له المال يعني سيكون أيضا هذا من باب الاستدراج له سنستدرجه من حيث لا يعلمون و أملي لهم إن كيدي متين و جاءت آيات كثيرة لبيان هذا المعنى ربما يسأل سائل فيقول يعني إذن إعطاء الخيرات في الدنيا قد يكون للمؤمن على إيمانه كما قال لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا و الفتحنا عليهم بركاته من السماء و قد يكون على استدراج للكافر على كفره إذن كيف يعرف العبد نفسه أن هذا المال الذي عنده و هذا الخير الذي عنده هل هو استدراج أم هو إكرام من الله على طاعته كما قال و لو استقاموا على الطريق لأسقينهما أن غدق يعني كيف يفهم المعنى قال أهل التفسير في هذه المسألة قالوا ينظر العبد على حاله مع الله فإن كانت كثرة المال جعلته ثابتا على ما أمر الله به قائما على شرعه فليعلم أن ذلك المال إنما هو جزاء و إنما هو نعمة و إنما هو هدية و عطاء من الله سبحانه وتعالى إكراما له على ما التزم بشرع الله و إن رأى من نفسه أنه بعيدا عن أمر الله مفتعد عن أوامر الله لا يقوم بالواجبات التي أمر الله بها فليعلم أن ذلك المال إنما هو استدراج له و هذا إنما هو فتنة لأن الله سبحانه وتعالى قال و إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى و كما قال تعالى إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل في قضية الابتحان و الابتلاء موجود حتى كما ذكر البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رب يعني ما لنا بد إلا أن نحب هذه الزينة التي أخرجت و هذه المتاع و لكن أعنا على أن ننفقها بخير و أن ننفقها بحقها يعني كان سيدنا عمر يقول أنه هذه الأشياء كما قال إنما أموالكم و أولادكم فتنة محبة الأموال و محبة الأولاد و محبة الضياع و التنعم في الدنيا هذا أمر يعني تحبه النفس و تميل إليه و لكن الشرط و القيد في ذلك أن يكون هذا الأمر يعني ضمن طاعة الله سبحانه و تعالى و ضمن ما أراد الله سبحانه و تعالى و ذاك كما قلنا حتى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول يا رب أن هذه النفوس جبلت على هذه المحبة و لكننا نسألك الإعانة على هذه النفس أن تنفق هذه الأشياء بالذي يرضيك و بالوجه الذي ترضى هذا ما ذكره الإمام البخاري عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه و أرضاه نعم قال لنفتنهم فيه و قلنا الفتنة هي الامتحان و الاختبار تقول العرف فتن الذهب على النار أي كأنه وضعه على النار ليخلصه من الشوائب و الفتنة أيضا فيها يعني تصفية للعبد و قد يوقع الله سبحانه و تعالى بعض المصائب على عباده من باب أنه التصفية و التنقية و التسكية و لا ضير في ذلك فالله سبحانه و تعالى يحب العبد أن يأتي يوم القيامة و قد يعني تخلص من كثير من ذنوبه و كثير من العوالق الدنيا التي علقت به و الله سبحانه و تعالى يختار المصائب و البلايا فيما قدره و علمه أزلا و كتبه قبل أن يخلق السماوات الأرض كما قال تعالى يعني ما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا الأمر يسير عند الله سبحانه و تعالى و بسيط و ليس هنا اليسير على صعوبة عند الله و بساطة حاشر إلى تعالى الله عن ذلك علم كبير أقصد أنه إذا استعظمتم هذا الأمر فهو عند الله يسير فتكون الفتنة على هذا المعنى أنه نختبرهم بما آتاهم فهل من شاكر و من سيشكر و من سيكفر و من يكفر فإنما يعني يكفر هذه النعمة ليبعد الخيرات عن نفسه و يحل العواقب السيئة على نفسه و من شكر فإنما يشكر لنفسه و لئن شكرت بلأزدنكم و هكذا جاءت عيات كثيرة فالمفصل في قضية النعم الموجودة عند العبد المفصل الدقيق فيه هي قضية واحدة انظر إلى حالك مع الله هل هذا المال و هذا النعم و الخيرات زادتك قربا من الله فاعلم أن هذه خير و عطايا من الله و نعمة من الله لك و إن رأيت أن هذا المال زادك بعدا عن الله سبحانه و تعالى فاعلم أن ذلك استدراج و أن ذلك إملاء من الله سبحانه و تعالى و هذا أخطر ما يكون لأن العبد يعني يقول ما أعطاني الله هذا الأمر إلا و هو راض عني و هو لا يدرك أن هذا الأمر إنما هو فتنة له و امتحان قال لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربه بالمناسبة حتى أنه يعني ورد عن روى مالك عن زيد بن أسلم قال أنه لنفتنهم فيه يرويها بن كثير في التفسير يقول أنه لنفتنهم فيه هنا أي أن الله ينعم على العبد لينظر ماذا يفعل العبد بهذه النعمة هل هذه النعمة تزيده قربا من الله أم تزيده بعدا عن الله سبحانه و تعالى أنت صرفت يعني بالقول قول زيد بن أسلم لكن هذا هو المعنى المنقول في تفسير ابن كثير نعم قال و من يعرض عن ذكر ربه العرض و العرض و العرض و العرض العرض ضد الطول كما معروف و العرض قاله خص بالجانب و اعترض العود على الإناء و اعترض الشيء أي أصبح في جانبه كأنه استعرض المكان و استعملت كلمة الإعراض على معنى الإنكار أو شيء الغرابة يعني قال فذو دعاء عريض أي دعاء شديد كبير على هذا المعنى كأنه استعرض كلامه في هذا نعم و كذلك يعني جاء و العرض و إنما هو للشرف و يعني ما يقال من كرامة الإنسان و غير ذلك في حفظ حريمه و حفظ أهله و حفظ شرفه نعم قال و هنا و من يعرض عن ذكر ربه هنا يعرض أي كأنه ينكر أو يبتعد أو يعني يبعد كل هذه المعاني مقبولة يعني في قضية الإعراض حسب ما تضاف إليه إما إعراض كفر يعني إما يعرض عن ذكر ربه بعدم القبول أم بعدم العمل فإن كان بعدم القبول فهو في حق الكافر و إن كان بعدم العمل فهو في حق المؤمن فكلاهما يعني تقبل الكلمة هذا المعنى ففيها معنى اتساع في ذلك نعم قال و من يعرض عن ذكر ربه يعرض عن ذكر ربه هنا قالوا ما المراد بذكر الرب لإعراض معنى الإنكار على معنى العام الإنكار و الذكر هنا ماذا أراد قيل وحي ربه و قيل نعمة ربه كما ذكر ذلك القرطبي و قيل القرآن كما ذكر جمع كبير مفسرين و نسب إلى أيضا بعض السلف أنه يعرض عن القرآن و قيل عن نعم الله سبحانه وتعالى يعرض عنها بالشكر أي لا يشكرها فكل هذه ممكن أن تكون يعني إعراض عن ذكر ذكر ربه و جاءت هنا الرب لم تأتي الآية عن ذكر الله مثلا إنما جاءت كلمة الرب لبيان على أنه كلها هذه الأشياء إنما جعلت من رب رحيم و سيقت إليكم من رب رحيم يريد بكم الرحمة و يريد بكم الخير و ما جعل هذه الأشياء إلا رحمة بكم بل حتى ما يعني يقع للإنسان من مصائب كما ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا إنما كلها يراد منها هو إرجاع العبد إلى جادة الصواب و إرجاعه إلى الطريق الحق ربما بصدمة معينة بمصيبة معينة بواقعة معينة لعلها ترجعه إلى الله سبحانه وتعالى و ذلك جاءت كلمة الرب هنا يعني مناسبة لأنه هذا الرب الرحيم بكم المنعم عليكم الذي يريد لكم الخير فأنتم تعرضون عن ذكره تعرضون عن أمره تعرضون عن وحيه تعرضون عن نبيه عن دينه كل المعاني مقبولة نحن قلنا عدة مرات قلنا السلف قد يكررون الألفاظ يعني بألفاظ متعدلة لكنها لو رجعت إليها لوجدت أن المعنى كله واحد و من يعرض عن ذكر ربه يسلكه قرئت يسلكه و قرئت نسلكه حتى تناسب لنفتنهم نسلكه و قرئت يسلكه بكسر اللام هي سلكة و أسلكة فيها معنى الإدخال و لكن كما قال ابن عاشور قال إسلاك الشيء فيه معنى الإدخال بالقوة و بالقهر فيه شيء من الشدة و لذلك يسلكه عذابا ما قال يسلكه في عذاب مثلا قال يسلكه عذابا كأنه يدخله إدخالا شديدا في عذاب عظيم و لذلك حتى الحذف هنا على من قدر أن هناك حذف الجار قدره على هذا المعنى و منهم من قال أنه سلك يعني لا تحتاج إلى تعدي كما قال أسلك يدك في جيبك قال فسلكه ينابيع في الأرض و آيات كثيرة جاءت على هذا المعنى على يعني لاحظوا حتى حبات المطر قال سلكه ينابيع في الأرض على اعتبار ضيق المدخل و كأنه كما يسلك الرجل أو المرأة تسلك الخيط في الخرزة كيف يكون المدخل ضيق و هذا هنا السلك الإسلاك في العذاب إنما هو إدخال بالقهر و الرغم و الشدة ففيه شيء يعني مجرد الإدخال هو عذاب يعني غير العذاب الذي سيأخذهم يعني عذابا صعدة إنما مجرد الإدخال هو فيه عذاب شديد لماذا يلاحظوا مرات مثلا في قول الله تعالى وَلَيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخِلِ البعض قال يعني معناته على جذوع النخل أنا قل لا يعني جاءت فيه ظاهرة أنه يُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخِلِ فما الحاجة إلى الالتفاة حتى نقدر حرف جر آخر بدر فيه بل بعض المفسرين قالوا أنه لما كانت النخلة جذع النخلة فيه بعض الأشواك الزوائد الموجودة من قطع السعف كان هذه تكون بمثابة الأشواك فهو سيربطهم ربطا شديدا وكأن هذه القطع من سعف النخل ستدخل في أجسادهم فهو كأنه سيدخلهم في جذع النخل فالربط بحد ذاته فيه عذاب فكيف بالعذاب الذي سيأخذونه فيكون لا شك أنه أشد وأعظم ولذلك كلمة يسلكه يعني بحد ذاتها هي فيها من الشدة وفيها من القوة وفيها من العذاب يعني ما تحتمله مجرد الإدخال دون الكلام عن نوع العذاب الذي سيكون لهم قال عذابا وقلنا العذاب العذب هو معنى هو الحبس وقد ذكرنا أصل اللفظة لكن عذابا صعد عذابا عظيما واختلف السلف فيما قالوه عن عذابا صعد قال يعني عكري ما قال بئر في جهنم ومنهم من قال وهو إن كان بعيد لأن لفظة صعد فيها معنى العلو ومنهم من قال على أنه ورد عن ابن عباس قال هو جبل في جهنم يربط الكافر من عنقه ويسحب بالسلاسل ويضرب من الخلب بمقامع من حديد على جبل عال من نار لو وضع يده لذابت يده على ذلك الجبل ثم يؤمر بالضرب والسحب حتى يبلغه أربعين سنة إلى أن يرتقي الجبل فإذا وصل هناك ضرب وأفلت السلاسل حتى نزل إلى أسفل الجبل ثم وعيدة العملية هكذا وقيل هذا كان العذاب الذي يعني وعده الله للوليد ابن المغيرة وقيل لغيره أيضا ممن يعني كما في هذه الآية قيل أنه لغيره أيضا ممن يسلكه الله هذا العذاب العظيم قال يسلكه عذابا صعد الصعود والصعود والصعدات ويعني تنفس السعداء أيضا هذه كلها ألفاظ تجري على هذا الأصل وفيها يعني لطافة في القول قالوا صعد يعني يصعد صعودا وصعودا وأيضا قيل صعد وقيل صعد يعني وجدت أن بعض مفسرين أخذوها من صعد والبعض أخذوها من صعد وكأنها يعني من حملها على الاثنين أنه صعد وصعد من قال بها وقال يعني كما قال ورد عن ابن الأنبار قالوا هو كل شيء له أسفل وله أعلى فيكون له معنى الصعود وقالوا الصعود هو المكان الذي يبدأ منه الصعود والصعود هو الارتفاع ولذلك قالوا إن كان سل من يقولون صعد وإن كان جبلا يقولون صعد في الأرض إذا يعني ارتفع فيها فيكلها على معنى العلو مع المشقة ولذلك حتى قالوا تنفس الصعداء أي كأنه قالوا ذلك النفس العالي الذي يشق على صاحبه أن يتنفسه وقيل أنه صعيد الأرض هو وجه الأرض قيل لا يقال صعيد الأرض إلا أن يظهر منه غبار أنه كأنه يعلوه يعلوه غبار ولذلك تلاحظون أنه مثلا بعض الفقهاء قالوا أن التيمم يكون من التراب الطاهر الذي له غبار فإن خلطه جس أو رمل لم يجز وهكذا نلاحظون الفقهاء ينتفعون من هذه الألفاظ لما لها من إشارات يعني لطيفة في المعنى ولذلك قالوا أنه هنا عذابا صعد كما ذكر ذلك الزمخشري ونقل عنه القاسمي وأفقه كذلك القرطبي والرازي من قبل القاسمي قالوا أنه عذابا صعد أي عذابا يفوق قدرة العبد على تحمله ولكن لا موت فيه في النار يعني لما كان هناك لا موت في النار فيكون العذاب فوق ما يحتمل وفوق ما يقدر وفوق ما يتحمله الإنسان الحي ولكن لما ذبح الموت بين أهل الجنة وأهل النار فلا موت لأهل الجنة ولا موت لأهل النار لذلك سيكون هذا العذاب شديد عليهم وصعب عليهم لكن هذا هو المقصود من قضية عذابا صعد لأن عذابا أليما ومنهم من قال كما قلنا عن عذابا صعد أيضا ما زلنا في أقوال السلف في ذلك منهم من قال عذابا صعد أنه قال مشقة عظيمة ومنهم من قال عذابا مؤلما موجعا غالبا على هذا المعنى فكله مقبول وذلك نلاحظ مثلا في الكلام عن معركة أحد في قول الله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد هنا تصعدون كأنكم ترتفعون وتتركون على من فر في يوم أحد و تلتفتون إلى أحد هناك قراءة أيضا تصعدون ولا تلون على أحد أي كأنكم إما الكلام عن من نزل في الوادي فهرب وإما من صعد الجبل وترك القوم وهذه الالتفاة الثانية ذكرها الإمام السيوطي في كتاب الحاوي أيضا وعلق عليها تعليقا جميلا نعم قال عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعد هذا الإعراض عن ذكر الله وقال هنا ذكر ربه يعني الذكر مصدر وأراد المذكور ما ذكر من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت كلمة الذكر وأراد بها المذكور كما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من أعرض عن ذكري في كلمة الذكر ممكن أن تكون للذكر الذي هو ما يقال في اللسان أو الذكر الذي هو الكتاب أو القرآن كما قيل نعم قال وأن المساجد لله وأن المساجد اتفق القراء العشر على أن هذه هنا أن مفتوحة وأن المساجد لله أي أنه مما أوحي إلي مما أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأوحي إلي أن المساجد لله كأنه هذا المعنى قالوا أنه في سبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير قالوا أن الجن قالت يا رسول الله يعني كيف نحضر معك الصلوات وقد نكون في نأي عنك في بعد وكيف نحضر مع المصلين فقال فنزلت الآية أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أي أنه المهم أنكم تصلون فالله سبحانه اليهود والنصارى تكون في أماكن العبادة يعني يدخلون الأماكن العبادة والمقصود هي عبادة الله ولكن إذا دخلوا أشركوا مع الله ما يعبد من دونه كالعزير أو عيسى أو غير ذلك قال ثم فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه المساجد التي تكون لأهل الإسلام لا يسأل فيها إلا الله سبحانه وتعالى و هناك من قال أنه في قضية أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أن المراد أنه الجن قال يا رسول الله كيف نصلي معك و نحن بعيدون فقال صلوا أنه الجواب كان أنه فلا تدعو مع الله أحد و إن كان أنا يعني أرى فيه بعد ولكنه منقول عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن كثير أنه فلا تدعو مع الله أحد أن المراد أنه فلا تؤذو أحد من المصلين أو لا تخالط المصلين هكذا ورد وإن كان أنه فلا تدعو مع الله أحدا أليق بعدم الإشراك وأليق بعدم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو المناسب لخضية عدم الإعراض عن بكر الله ومناسب للمساجد في دعوة الله وتوحيده وفي الآية كلام كثير جدا لكن لا يسع على الوقت إلا أن نتوقف إلى هذا الحد إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته